ماذا أقول بدايةً يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية وقد حمناكم ونسأل الله لكم التوفيق وأرجو أن تكونوا حاملين الأمانة والمسؤولية التاريخية وأن تنطفق عليكم الآيات وندعو لكم جميعاً بالتوفيق الأخ الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي الإخوة أعضاء مجلس القيادة الرئاسي الإخوة الأخ رئيس وأعضاء الحكومة الأخ رئيس وأعضاء مجلس الشورى الإخوة رؤساء الهيئات الإخوة هيئة التشاور والتصالح السادة أعضاء السلك الدبلوماسي والمبعوث الدولي والسويدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأبدأ بداية باسمي وزملائي أعضاء مجلس النواب أرحب بكم وأعبر لكم عن تهانينا ولكافة أبناء شعبنا الصامد والصابر بالإنجاز الذي تحقق وبخواتم شهر رمضان المبارك والسلام عليكم في شهر السلام والوئام والصف الموحد وكلمة وطلقة ورحمة الله وبركاته الإخوة الأعزاء نعقد قلستنا هذه في العاصمة المؤقتة عدن عاصمة الدولة اليمنية الأبية ومدينة الحرية والتقدم والتطور المدينة التي تهواها أفئدة اليمنين جميعا وعاش فيها قادات النضال الوطني وأروا بدمائهم شقرة الحرية من أجل تحريرها من المستعمر الأجنبي في ثورة الرابع عشر من أكتوبر وعاش فيها وانطلق منها الأحرار الذين قادوا ثورة السادس والعشرين من سبتمبر ضد النظام الإمام البائد المتخلف نعقد قلستنا هذه ليكون في أولوياتنا كسلطة نيابية أداء اليمين الدستورية لرئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي أمامنا وأمام الله وأمام الشعب في منعطف تاريخيا استثنائي في مسار النضال اليمني في سبيل استرداد دولته المغتصبة مؤكدين من هنا مضينا في المسار الحتمي سلما أو حربا ببوصلة واحدة قبلتها صنعاء التاريخ صنعاء الحضارة صنعاء التي نهوها جميعا والتي عشنا على ترابها الطاهر الإخوة الكرام جميعا لقد أنقزنا في لقاء الرياضة التشاوري برعاية أشقائنا في مجلس التعاون الخليقي وتحالف دعم الشرعية وحدة صفنا التي ظل تمزقه حائلا عن تحقيق إرادة الشعب في استعادة دولته وقمهوريته ولقد توحدت كلمتنا أمام الله وأمام الشعب وأمام الأشقاء وأمام العالم أجمع واستطعنا بفضل الله أن نلما شتاتنا بعد تمزق وأن نستجمع قوانا بعد تفرق وأن نوحد أفئذتنا في قلب واحد وأهدافنا في هدف واحد غايته إنقاذ اليمن الجمهوري واسترداد روحه الحقيقي وحياته الطبيعية آن لنا اليوم آن لنا اليوم أن نعمل بضمير مخلص من أقل قضية شعبنا الذي أرهقته الحروب وقضته الأزمات وتناوبته المواقع إن آن لهذا الشعب أن يتنفس الصعداء من بعد مكابدة طويلة وآن له أن ينعم بالأمن من بعد خوف وبالسلام من بعد هلاء ومن هنا نحث مجلس القيادة الرئاسي على الإطلاع بالمهام الوطنية والدستورية التي أوكلت إليه وتحمل الأمانة والمسؤولية بإخلاص وضمير متفان والوقوف على مسافة واحدة من كافة المكونات الاجتماعية والتيارات السياسية والعمل بروح الفريق الواحد لأن نقاح مهمته تكمن أولاً في التقرد من الانتماءات والالتحام بالقضية المركزية التي يناضل الجميع في سبيلها والمتمثل في استعادة الدولة والشرعية الدستورية وإنهاء الحرب وإنجاز السلام وسنكون في مجلس النواب عوناً وسنداً لمجلس القيادة الرئاسي وللحكومة في سبيل إنقاح مهامهم الوطنية وإنجاز السلام العادل والدائم وإعادة القوة إلى عمل المؤسسات وإصلاح الخلل الذي شاب المرحلة المنصرمة وألقى بظلاله على أداء الحكومة على المستوى الاقتصادي والإداري والسياسي والعسكري سنكون مراقبين ومشرفين عن كثب أمناء على مصالح الشعب ننظر بعناية ونتحرك وفق مصالحه العليا لا تحركون المصالح الشخصية ولا تعيقون النزاعات والحسابات الضيقة نحث المجلس الرئاسي والحكومة على قعل أولوياتهم استعادة الدولة وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين ورفع المعاناة عن كاهلهم وتوفير الأمن والاستقرار وإصلاح منظومة أسعار السلع والعملات الوطنية وصرف المرتبة وفتح الطرقات والمعابر والمطارات ودفع مؤسسة الدولة لإطلاع من نهامها ودورها سنقول لهم أحسنتم صنعا حين يحسنون ونقول لهم أساتم حين ينحرفون عن المسار لن نقامل ولا نظلم أبدا الإخوة والأخوات جميعا لقد خرج الأبطال من أبناء هذا الشعب في فترة حالكة ليحملوا مشاعر النور وليضيءوا الطريق بدمائهم الزكية بين ضفتي الياس والأمل كان الطريق طويلا ووعرا والليل مظلما ومدلهمما إذ عبروا بنا القسر إلى الأمل بفضل التضحياتهم ودعم أشقائنا في دول التحالف دعم الشرعية وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الذين اختلطت دماءهم بدمائنا وأصبحنا معهم قادرين على دفع إرادة الشعب إلى مستوى أمانيه وصار بمقدورنا أن نمد يد السلام بكل شقاعة لأن السلام غاية في ذاته من أجل حقن الدماء وإنها معاناة ضحايا الحروب والعنف وما العروض المتكررة على أبناء جلدتنا في صنعاء وتقديم التنازلات من قبلنا رغم انقلابهم على الجمهورية والديمقراطية ومخرقات مؤتمر الحوار الوطني والمبادرة الخليقية وآلية التنفيذية والقرارات الدولية ومبادرة الأشقاء بالمملكة العربية السعودية إلا تقسيدا لهذه الروح الوطنية والإحساس الإنسان المرهف وكعادتهم وفي كل مرة لا يردون التحية بمثلها وما زالت طاحونة الحروب دوارة عاصفة بإصرار منهم وبدعم من إيران غير مدركين إن للقنون وخيم العواقب للأفراد كما للأنظمة السياسية وسنظل دعاة سلام وصناعه في بلدنا ومحيطنا بقدر ما نستطيع وبعزيمة أشد وبتصميم لا يلين ومن هنا نرفع غصن الزيتون والبيد والبندقية بيد أخرى ونقول لجماعة الحوثي لا تسقطوا غصن الزيتون من أيدينا وإنها فرصتنا جميعا بأن نسلك طريق السلام العادل والمشرف وأن عليكم ألا تراهنوا على تمزقنا فقد توحدت إرادتنا بفضل الله وأهدافنا ومصيرنا وبندقيتنا وعقدنا العزم على استعادة دولتنا وعدم التفريط بمكتسباتنا الوطنية ولكي لا تقبرون على الاعتقاد دائما أن السلام ثمرة تنضيقه القوة فإننا نكرر الدعوة لكم رغم قناعتنا أن التمني بلا إرادة ولا قوة ضرب من أحلام اليقظة وها قد أصبحنا اليوم بعد ليل طويل قادرين على أن ندفع بإرادة الشعب نحو الأمام الإخوة الأعزاء إن الأمم العظيمة عندما تواقه تحديات كبرى فإنها قادرة على أن تحدد لنفسها أولوياتها بوضوح لا يقبل الشك وها نحن قد أعدنا ترتيب أولوياتنا ورص صفوفنا مدركين تمام الإدراك أن وحدة العمل سوف تفرض نفسها على كل القوى وعلى كل الأطراف وعلى كل التيارات لأننا جميعاً سوف نعي أن هذا الظرف ليس مساواة بين الإجتهادات وإنما هو الصراع بين الفناء والبقاء لأمة بأسرها وعندما نتحدث عن السلام فلا بد أن نتذكر ولا ننسى كما لا بد لغيرنا أن لا ينسى حقيقة الأسباب التي من أجلها كانت حربنا حاربنا من أجل السلام الوحيد الذي يستحق وصف السلام وهو السلام القائم على استرداد الشرعية والعدل والمساواة تحت ضلال الدولة والدستور والقانون والعيش المشترك لجميع أبناء الوطن لم نكن البادين إنما كنا ندافع عن أنفسنا وعن حريتنا وعن حقنا في الحرية والحياة إن حربنا لم تكن من أجل العدوان ولكنها ضد العدوان ولم نكن في حربنا خارقين عن القيمة ولا القوانين التي أرتضاها مجتمعنا لنفسه وسقلها في أهدف ثورته المباركة 26 سبتمبر 62 بدمائه بعد انتصاره على الفاشية الإمامية بل لعلنا نقول إن حربنا هي استمرار للحرب الإنسانية ضد تلك الفاشية وأن السلام مع الموليشيات ضرب من مقتضيات صون الدم وحقنه وحقنه الذي لطالما تمنينا أن تدخل فيه الموليشيات لكنها أبت واستكبرت وأصرت على إهراق الدم وإزهاق الأرواح وما زالت دعوتنا لها مفتوحة وأيدينا ممدودة وبنادقنا في الوقت نفسها جاهزة ومشرعة ومفتوحة على كل الاحتمالات الإخوة والأخوات لقد أيد العالم مخرجات لقاء الرياضة التشاوري الذي أسفر عن إقراء الإصلاحات وتوحيد قبهتنا وأشاد بشقاعتنا في الانفتاح على السلام والمصالحة والذي كان وسيبقى هدفنا دائما فلم نكن يوما مغامرين مغامر حرب وإنما نحن طلاب سلام وقد أدرك شعبنا والعالم كله وكان يتعاطف مع قضيتنا واليوم زاد تعاطفه معنا احتراما لتصميمنا عن الدفاع عن هذه القضية وزاد احترامه لنا ونحن نتداعى إلى السلام من موقع القوة نثمن تثمينا عاليا الموقف الأخوي الصادق للمملكة العربية السعودية تمثلا بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي أهده الأمير محمد بن سلمان ودعمهما اللامحدود ومواقفهما التي سيخلدها التاريخ كما نقدر الدعم السخيم من قبل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية التلمتحدة وإعلانهما تقديم أكثر من ثلاثة مليارات دولار كما نثمن الاستضافة الكريمة من قبل الأشقاء في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليقي لمشاورات اليمنية اليمني في الرياض والذي يشكل محطة تاريخية في مسار نضالنا ونثمن القهود المبذولة لإحلال الهدنة العسكرية متمنين صمودها وأن تشكل فرصة تاريخية لإحلال السلام الكامل والعادل وختاما أتوقه باسم القميع بأصدق آيات الشكر للرئيس السابق عدرب منصور هائدي ونائبه الفريق علي محسن الأحمر على مواقفهم الوطنية واتخاذ القرار الشقاع بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي والوصول بنا إلى هذه اللحظة الفارقة في تاريخ شعبنا وتغليبهم مصلحة اليمن على كل المصالح الذاتية وفقنا الله جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهنا أدعو فقامة الأخ رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى إلقاء بيانه السياسي وكلمته التاريخية في هذه اللحظة الفارقة والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر